السلام عليكم البداية وكالعادة خلونا نتكلم عن المكان والزمان عن التاريخ والجغرافيا بداية من الزمن والتاريخ أحداث هذه الحلقة بتصير تقريبا بعد سنة من أحداث الحلقة السابقة نعرف هذا الشي من عدة أمور صارت في الحلقة بداية إنه دايمن لما نتكلم مع رينيرا وبيقول لها إنه مرت أربع سنوات من آخر مرة شفتك فيها لو نفتكروا الحلقة السابقة دايمن كان بيحارف في ستيب ستون له ثلاثة سنوات وقبل الحرب مباشرة هي المرة اللي قابل فيها رينيرا ألا السنة في الحلقة اللي فاتت كانت ما زالت حامل في هذه الحلقة بنشوف طفلها الصغير غير شفنا إنه دايمن ورينيرا لما نحضروا هذه المسرحية بدأوا يتكلموا كجزء من الحوار اللي موجود في المسرحية إنه الطفل الصغير اللي اسمه إيغن عمره الآن ثلاثة سنوات لكن في حلقة السابقة احتفلنا مع الملك بعيد ميلاد إيغن الثاني وطالما عدت سنة من آخر حلقة هذا يعني إنه رينيرا الآن عمرها 18 سنة لأن الحلقة السابقة أبوها كان بيشتكي منه من تصرفاتها كتصرفات بنت عمرها 17 سنة ما أظن صدفة إنه صير عمرها 18 سنة في حلقة حتمر برحلة خاصة بالبالغين لو جينا للأمكنة وللجغرافية أحداث الحلقة بالكامل بتصير في كينغز لاندن لكن في البداية إحنا موجودين في قلعة اسمها Storm's End قدرنا نعرف هذا المكان لأن القلعة الشعار اللي موجود في الخلفية خاص بالبراتين وهذه القلعة هي قلعة البراتين وكمان الشخص اللي كان جالس جنب رينيرا في أثناء هذا التقوص اللي حنتكلم عنه بعد شوية هو بورمند براتين وهو نفس الشخص اللي جاءوا بايع رينيرا في نهاية الحلقة الأولى باسم منزل أو عائلة براتين طالما تكلمنا عن البراتين الجدير بالذكر إنه أول هاند لأيغن الغازي أول هاند في عالم ويسترس كان من عائلة البراتين والجدير بالذكر كمان إنه اللي ينهي قوة الترغارينز سلطة الترغارينز ملك الترغارينز على ويسترس هم كمان البراتين عن طريق روبرت براتين أو ما يعرف بثورة روبرت براتين فأتمنى أثناء أحداث المسلسل سواء هذا الموسم أو الموسم المستقبلية نشوف إش اللي صار في تاريخ العائلتين اللي خليها تخرج من كونها الحليفة الأول في ويسترس لأشد الأعداء طالما ما زلنا موجودين داخل هذه القلعة ضروري يتكلم عن اللي صار هنا وبسرعة شوفنا الحلقة السابقة إنه بسيرس الآن سمع نصيحة أليسون هو لسه يبغى رينيرا تتزوج بس حط الخيار عندها بس الخيار مو مفتوح اللي عيشي وقت ما تتتزوجي أرجعي حط لها خطة إنها تمر في عدة أماكن في ويسترس تقابل عرسان وتنجي منهم لكن نشوف أن رينيرا قطعت هذه الرحلة مبكرا وترجع لكينغز لاندي فنتعرف بشكل سريع على العرسان اللي شفناهم أول شخص هو رجل كبير بالسن من عائلة دندارين وسبق سمعنا عن اسم هذه العائلة في جيموف ترونز بشخصية بيريك دندارين وهذه العائلة هي صاحبة قلعة البلاك هيفن الموجودة في المنطقة السفلة تقريبا على ثغر من ثغور ملك الترغارينز قريبة جدا من الدون فالعائلة حليف قديم للترغارينز ومهم لوجودهم على أطراف المملكة بعدها نشوف متقدم آخر صغير في السن لكنه من عائلة اسمها بلاكوت هذه العائلة كانوا ملوك في يوم من الأيام داخل ويسترس كانوا جزء من عصر الأبطال ومن الرجال الأوائل هذه المسميات يامس معناها في جيموف ترونز وكان من المفروض أنه فيه مسلسل مشتق آخر يدينا بس قصة الرجال الأوائل اللي موجودين في ويسترس لكن اللي يهمنا الآن أنه هذه العائلة حليف مهم للترغارينز ومن أحد أوائل العوائل اللي ساعدوا أيغون ترغارينز في غزو ويسترس والعائلة موجودة في منطقة اسمها ريبرلاند وفي نفس المنطقة في عائلة أخرى وكمان كانت ضمن المتقدمين عائلة اسمها براكن وأصلا بين البراكن وبلاكوت في حرب طويلة امتدت تقريبا لعشرة سنوات قبل وصول أيغون الغازي وبرضو هذه العائلة ساعدت أيغون في احتلال ويسترس في العائلتين موجودين في منطقة واحدة بينهم ثقر طويل جدا فكان طبيعا نشوف المشاحنات بين الطرفين أثناء خطبة أو التقدم لرينيرا ترغارين لانتهت إنه واحد فيهم يموت هذا الحدث أضرغم أنه صار بشكل سريع جدا بداية الحلقة لكنه مهم سياسيا لكل هذه العوائل كان عندها استعداد كبير جدا تقاتل بعض وشوفنا رمز بسيط على اثنين التقاتل مع بعض قدامنا فقط للحصول على يد ولية الأهل فالموضوع ماهو تمثيلية ماهو شي بسيط وعادي صح مرة علينا بسرعة اثناء الحلقة لكن لهو تبعات سياسية كبيرة جدا فلو رجعنا الحلقة الآن ورجعنا للمكان والجغرافية أحداث الحلقة بالكامل بتصيل في كينغز لاندينج والحلقة مقسومة بين القلعة والقصر الملك اللي اسمه الريتكيب بين منطقة فاسدة مشهورة بالرذيلة والعهر اسمها الفلي باطم وهي المكان اللي راحته رينيرا لأول مرة مع عمها بعد ما تعرفنا على الزمان والمكان ضروري نتكلم على أهم حدد صار معانا في هذه الحلقة واللي أثر على العديد والعديد من الشخصيات زعزع العديد والعديد من العلاقات وهي رحلة رينيرا مع عمها دايمن داخل الفلي باطم بدأها طبعا مع رينيرا نفسها أولا هذه أول مرة لولية العهد هذه أول مرة للأميرة تنزل لهذا المكان وتتعرف عن قرب لعامة الشعب لدونية الشعب وأكثرهم هذه أول مرة كمان تتعرف على رأي الشعب كونا هي ولية العهد تعرف رأي السادة تعرف رأي الناس اللي موجودين في قصر الملكي حتى رينيس كلمتها ودتها الواقع لكنها الآن تنصدم بواقع مخالف إنه حتى عامة الشعب رفضين لكون أنثى ولية العهد تعالية القوم ولا الطبق السوفلية راضين عن وجودها وزي ما شفنا قبل كده كيف إنها ردت على رينيس وقالت لها أو ردت كلامها عليها إنه ما يهمها هذا الكلام وإنه حتغير هذا المستقبل وهذا الرأي لعلية القوم قالت نفس الكلام لديمن وإنه ما يهمها رأي عامة الشعب فكان من الجميل جدا إنه نشوف الشخص أكثر شخص مغرور أكثر شخص متغطرس أكثر شخص نقدر نقول كمان مهمه كلام الناس فيه قال لي بيعطيها درس إنه هذول الناس هذا الطبق السوفلية لازم يهمها جدا رأيهم ولازم تكون ملمة باللي بفكروا فيه لأنها لازم تعرفهم إذا في يوم هتحكمهم وأقدر أقوله لرأيي العامة هو اللي خلى ديمون أساساً يضحب نفسه ويخاطر بحياته في الستيب ستونز يبغى السمعة توصل إنه خاطر يبغى السمعة توصل إنه هو بمثابة الملك أصلاً من أحد المسميات اللي طالع على ديمون إنه هو The Lord of Lee Button هو السيد الطبق السفلى وفي هذه الرحلة كمان نبدأ نتعرف على رينيرا جديدة رينيرا خرجت تقريباً من مرحلة الطفولة بتمر الآن بالمراهقة وغسطت لمرحلة البلوغ والبالغين تبدأ تشوف هنا إنه في فرق بين المتعة والواجب وكيف إنه الحياة ككل ما تقتصر بس على الواجبات الفترة السابقة ومن يوم ما تم تتويجها كولية الأهد همها الوحيد والشيء الوحيد لشاغل بالها وتفكيرها هو القيام بواجباتها كولية للأهد وقبل كده كان أهم حاجة عندها القيام بواجباتها كأميرة كابنة للملك في هذه الحلقة نشوف تمرد على كل هذه الواجبات وتعيش لأول مرة كأنثى وكمراحقة فدائماً الآن لأننا إحنا كمشاهدين في الأربع الحلقات هو رمز للتمرد والفوضى والتهور فيعلمها الآن معنى التمرد تحاول يغويها إنها تجري وتطالب بالشيء اللي تبغاه نفكر فيها هي ما طالبت علناً بولاية الأهد أبوها اللي فجأة انتبه للموضوع ورجع لقراراته بعد ما مرته وولده ماته وخلاها ولية للأهد وبعدها بدأت تحافظ على هذا المنصب لكن هي عمرها ما طالبت فيه لكن في هذه الحلقة نشوف إنها لأول مرة تبادر إنها تاخد شيء تبغى وهذا الشيء هي علاقتها مع حارسها الشخصي كريستن كول زي ما شوفنا حلقات السابقة لها فترة طويلة وفي عندها نظرات إعجاب وتعلق مع الشخصية خلال هذه الرحلة رينيرا الآن بتتعلم درس جديد إنه مهما وصلت من سلطة مهما وصلت من تمرد ما زال نظرة الشعب ليها نظرة البلاط الملكي ليها نظرة الناس كلها ليها إنها امرأة لا يمكن أبداً إنها تتساوى مع الرجل في كل الحاجات اللي ممكن يتمرد فيها وشينا نفكر في هذا الموضوع ممكن هذا النقطة تحديداً أو هذا الدرس تحديداً يزيدها تمرداً فحبيت كيف كمية الأحداث كانت متناسقة حبيت كيف شوفنا جانب مختلف من رينيرا جانب كذاب جانب متلاعب حتى مع أليسنت اللي حاولت تتقرب منها بطريقة كبيرة جداً كذبت عليها وكذبت على أبوها اللي دافع عنها لآخر لحظة فتناسق الأحداث كان جميل جداً التصاعد الدرامي كان رائع تمثيل رينيرا للآن هذه البنت الصغيرة جميل جداً يا رجل هفتقد وجودها الله أعلم كيف تمثيل رينيرا الكبيرة في السن بس هذه الشخصية في عمرها وصلتني العمر وصلتني كل التعقيدات اللي بتمر فيها والأهم إنما هي شخصية سطحية ما لها جانب واحد بس عندها العديد من الجوانب وتتحيق وتتحول بين الخير والشر بين الطيبة والسوء لكن إيش هتكون تبعات الرحلة هنشوفها بعد شوية على بقية الشخصيات لكن الأهم بالنسبة لها هي أولاً فقدت عذريتها هذا الشي هيكون فيه خطر هل هيكتشف والد الفلاري أنه وتقدم لها وتزوجها أو أي شخص ثاني وأنه بطبيعة الحال لوثت سمعة القصر الملكي أو لا وشي ثاني هل هي حامل أو ما هي حامل شوفنا الجران ميستر الآن بجيب لها شاهي عبارة عن وصفة إعشاب للإجهاض ما شفناها تشرب هل هي تحمل من كريستون كول واش هيكون تبعات هذا الحمل حبيت جداً أنه بدينا نعيش مع رينيرا بعيداً عن كونها طفلة أو مراهقة للآل إنه أنثى بالغة تتمرد على كل شيء لكن فيه عواقب لتصرفاتها والأهم تظل شخصية غير مثالية وهذا الشي الجيد جداً فهذه الرحلة اللي استمرت في أقل من يوم كلها أثر كبير على باقي الشخصيات بداية من أهل سند الحلو في الرحلة إنه مرانة بايون كبير جداً بين الصديقتين بين شخصية بتعيش حياتها زي ما تبقى عندها القدرة تتمرد وتاخد قرارات في حياتها وبين شخصية ثانية الناس بيتحكموا فيها الناس بيتحكموا في قراراتها وعايشة مسجونة هذا الشي بيزيد من حدة الاختلاف بين الشخصيتين هذا الشي على الرغم من قرب أليسنت في هذه الحلقة أخيراً شفنا بعد فترة طويلة من البعد ومن المجافاة بدأوا يتدربوا من بعض لكن هذا الحدث وبعد ما كذبت عليها الآن وأنه دايماً ما لمسها وكانت كذابة وإذا طلعت إنها حامل واكتشفت بالتأكيد هذا الموضوع حيأثر على العلاقة بين الشخصيتين بالذات إنه أليسنت دافعت عن رينيرا قدام الملك بالذات كمان إنه تبعات لفعل رينيرا أوتو هايتاور أبوها انطرت ما صار يد الملك وشفنا خلال الحلقة آثار عيشتها كخادمة بتهتم بس في الملك وملذات الملك من غير ما هي بتستمتع بأي شي فهل من الممكن يجي يوم وتفكر إنه على الأقل إذا أنا حياتي ضاعت بالكامل وأبوي الآن ما صار يد الملك على الأقل أطلع بشي واحد إنه ولدي يصر هو الملك وأكمل وأكون ملكة أو أم الملك وإحساس الغيرة أكيد هيزيد بالذات لو بدأت تمكشف الأمور وبدأت تلاعبات رينيرا توضح سواء إنها على علاقة مع كريستين كول أو حتى دايمن ضحية الثانية لهذه الرحلة هو كريستين كول كريستين كول كونه أحد الحراس الملكيين والحارس الشخصي لرينيرا الموضوع تعدى الإعجاب وصل لمنطقة خطيرة ما يعني له هذا الشي وتجاوز الحدود كحارس ملكي أقسم على القوانين الخاصة بالحراس الملكي؟ هل هيكمل في علاقته معها حتى لو بالسر؟ هل هيرضى إنها تتزوج أي شخص آخر؟ ممكن تتزوج وتكمل علاقته معها بالسر؟ وإيش هيكون مصيره لو انكشف؟ نفس الوقت أظن هذا المصير المنطقي لكل لحظات الإعجاب اللي كانت بتبني وصولنا لهذه اللحظة بالذات منطقة جداً وصولنا لهذا المكان لكن أتمنى أني أشوف أنه الموضوع ما يعدي بالسهل وأنه فيه تعقيدات أكبر تطلع مستقبلياً هذا يجيب أن الآن لشخصية دايمن عم رينيرا واللي تم التأكيد الآن من خلال هذه الحلقة أنه كل النظرات المشبوهة اللي كانت موجودة معنا في بداية الحلقات كانت نظرات إعجاب فعلاً وعلى الرغم أنه وقف في عز الحميمية بين الشخصيتين لكن هذا ما ينكر أبداً إنجذابوا ليها أعدوا عن رينيرا في هذه اللحظة أثر عليها بشكل كبير جداً وأكبر دليل على تدهور العلاقة بينهما لو بشكل بسيط أنه رينيرا واللي أول مرة نشوفها من غير القلادة اللي لبس لها هي أصلاً بدين الحلقة والقلادة موجودة من بداية حلقة اللي بتتمسك القلادة في أعزة الظروف واللي كان في ناس بيغطبوها والآن في ثاني يوم بعد علاقتها بكريستان كول بتفقد القلادة لكن كل تصرفات دايمن في هذه الحلقة ما لها تفسير مباشر ممكن ناخد فيها العديد والعديد من التفسيرات أولاً إنه هذا هو دايمن هو إنسان متهور ما يهمه أبداً من العواقب للأشياء اللي بيسويها في نفس الوقت كان ذكي كفاية إنه يمشي في المدينة بالكامل وهو حط الهدي حط هذه على راسه عشان ما أحد يشوفه وكمان لبس رينيرا لبسه يخفي ملامحها إليه وصولهم لهذا المكان الخاص بالعاهرات من في لحظة شال الشي من على راسه وكمان شال القبعة أو إيش اللي كانت لابسه رينيرا وتم الكشف عن هوياته هم الإثنين فمن الممكن إنه هذا الشي مقصود من الممكن إنه دايمن يبغى الخبر يوصل الآن للملك كطريقة يقول للعالم كلهم إنه رينيرا الآن صارت ملوثة إنه رينيرا الآن فقدت إعفتها فمحد يطالب بتزويجها وهو الوحيد اللي تزوجها هذا الشي شفنا كمان كيف إنه إنما نتضارب مع الملك والملك جاب يستجوبوا ما أنكر العلاقة ما قالوا لا إحنا ونسوينا شيء وفعلا هم ما نسوي شيء وطلب من الملك مباشرة قالوا خلينا نخلي دمنا في لحمنا خلينا نكمل ونصير عائلة الترقارينا القوية وإني أتزوج مرة ثانية زي ما إيقون الثاني كم متزوج مرتين لكن اللي محيرني هي شخصية ميسارية لو فاكر اسمها صح هل كان هو على اتفاق معاها إنه يبلغ أوتوهايتاور ولجات مصادفة إنه هي كمان شخصية الآن سابته ورجعت للمدينة ومسارة عاهرة زي ما كانت زمان والآن صار عندها مجموعة من الأطفال تجمع فيها الأخبار وتبيع الخبر اللي خلينا مقتنع إنه بالتأكيد مسارية ما كانت على هذا الموضوع إنه ولد الصغير شاف رينيرا فعلا بالصدفة وهو نفس الولد الصغير اللي راحوا أتكلم مع أوتوهايتاور وجاله كإنه برسالة من شخصية اسمها الوايت وورم أو الدودة البيضاء واللي هي مسارية الشخصية هذه وبكون إنه عندها جواسيس تشبه بشكل كبير شخصية فيرس من جيم أوف ثرونز اللي برضو كان عنده جواسيس من الأطفال وبعض الأشخاص في كل مكان ينقلوا له الأخبار من جانب تاني نوعا ما علاقتها بدايمن لأنها عاهرة كمان تشبه علاقة شي مع تيرين برضو باعته وشهدت ضده وبكل أمانة أتمنى أن التصرفات دايمن ما كانت نابعة عن تهور خالص لأنه في الأخير رجع لنقطة الصفر الآن رجعنا مرة ثانية والملك يبغي يطرده وبيقوله أرجع مرة ثانية لمرتك اللي موجودة عن منطقة الفيل فكل الرحلة وثلاث سنوات والحرب اللي سواها للآن على الفاضي ومرة على الفاضي لأن الشعب الآن على الأقل بيحسب حساب دايمن بس أتمنى أنه دايمن والخطة هذه اللي عملها ونزوله مع رونيرا كانت لهدف ممجرد تهور وهذا الآن يجيبني لشخصية الملك يجيبني البسورس وباللي أنا حلقة عن حلقة بيزيد تعاطفي معه جداً أولاً مرضه بيزيد المرة هذه كمان شفنا الآثار على جسده بطريقة أوضح بطريقة مقززة جداً أغير شفنا الآن أصبعين بالكامل فقدهم شفناها حلقة سابقة بس ما انتبهت لنا صراحة هذه الحلقة كانت واضحة جداً جوانب النفسية اللي عند الملك واللي خلينا تعاطف معه أولاً يا أخي هو يحب أخوه سامح أخوه بسرقة مجرد أنه جاء ورماله المطرقة ورماله المكان وتنزله على المكان على طول حضره من غير أي انتقادات ومن غير أي معاتبة مو بس كده حتى في الحفلة اللي بادة على طول بدأ يمجل ويبجل في أخوه كيف أنه أمه كانت تحبه أكثر منه وكيف أنه مقاتل أفضل منه يزاعد أنه كل مرة يعطيه فرصة يرجع ويصدم وقدئين هو طمعان في العرش أكثر من محبته لأخوه ناحية تانية شفنا حلقة سابقة أنه سمعت الملك الآن على كل لسان كيف أنه ما هو متحكم بالمملكة بالكامل والحرب اللي كانت في ستيب ستونز وكيف أنه بنته الآن ما تزوجت إلى الآن فراح وعمل هذا المهرجان وخلى الكل يتقدم لها واتكلمنا كيف أنه الحدث السابق في بداية الحلقة بشكل بسيط لكن له تبعات سياسية الناس اللي رينيرا رفضتهم بهذا الأسلوب الساخر عبارة عن عوائل لها قيمة في ويستروس كيف على هذا كله أنه كوليس فلاريان الآن بعد ما خلص من الحرب رجع مرة ثانية ويبغي يزوج بنته اللي صار عمرها الآن أتوقع 16 سنة لواحد من أبناء عائلة موجودة في البراظوس في مدينة براظوس عندنا عائلة فلاريان أغنى عائلة موجودة في ويستروس ستتزوج من عائلة موجودة في برافوس أغنى مدينة في إسوس تحالف قوي جداً وحيضعف من قوة الملك داخل ويستروس ويجدد بالذكر أنه برافوس هي المنطقة اللي عشنا فيها الرحلة الكاملة مع آريا الآن مع كل هذه المخاطر أنا مع القرار السليم جداً اللي اقترحه لاني لسترونغ من الحلقة السابقة وتزويج رينيرا لليناور فلاريان كان جميل جداً نشوف لسيرس الأبد مو بس الملك الأبد لما نجاله أوتو هايتاور بيتكلم على بنته سكته صح إنه دائماً إنقال عليه ضعيف لكن ما تلاحظه في كل مرة أحد يتكلم على بنته ويقرب منها يطلع عنه يا أبوه وعلى الرغم إنه ما صدق بنته ما صدقها أبداً والدليل إنه نهاية الحلقة رسل الجراند ميستر مع الشاهية عشان تجهد لو كانت حامل فهو ما صدقها على الرغم من هذا كله ويقف معها لكن لو جينا الآن لأجمل حدث سر معانا في الحلقة بالكامل وهي اللحظة اللي الملك شل فيها اليد حق الملك أو الشعار من أوتو هايتاور كناية إنه الآن خلاص باي باي أوتو هايتاور ما صار يد الملك ونركز في الأحداث القرار ده ما جاء فجأة القرار ده ما جاء بس عشان رينيرا قالت لأبوها تبغاني أتزوج أطرد أوتو هايتاور وقبل ما يتكلم أصلاً الملك ويشرح أو يقول كل الشكوك اللي عنده على أوتو هايتاور أنه هو اللي قتل أبوه الملك أكيد كان شايف تصرفات أوتو هايتاور على مرة الخمس سلوات بالكامل بداية من المرات الكثيرة اللي كان يشكك في ديمين عشان يطردوا بروراً باللحظة اللي جاء له بالقرار أنه يبغى يتزوج بنت الفلاريان وكان هو من أكثر المعارضين لهذا الموضوع كمان أكيد أنه سيشك إيش اللي يخلي أليسنت تجيله للينا الغرفة ومعرفة أبوها كمان أكيد أنه بيخطط لشيء الحلقة السابقة اللي هو قبل سنة من هذه الأحجار أعطاه شيء ما يصدقه عقل قال أن رينيرا تتزوج إيغون اللي عمره سنتين ويتأكد أن الملك بيفكر في كل هذه الأمور بيعمل مقارنة صغيرة قارن كل المشهورات اللي جاتوا من أوتو هايتاور مع مين؟ مع لاينل سترونغ في كل مرة كان بيعطيله حكمة وبيعطيله مشورة بتكون صحيحة جداً فضيف عليها لو عنده أي شكوك على تاريخ أوتو هايتاور على طريقة موت أبوه الأمور كلها الآن بتكمل الصورة سؤال مهم هل خلاص؟ بح؟ خرج من الصورة أوتو هايتاور وللساعة وحيكمل في كل المكائد اللي بيعملها عن طريق مين؟ عن طريق بنتو خصوصاً إنه شفنا حلقة السابقة إنه أوتو هايتاور ما كان بيفكر لحاله أخوه الأكبر منه اللي جاي من مدينة أول تاون اللي هو سيد مدينة الأول تاون كان بيضغط عليه استمر الضغط عليه خصوصاً إنه فشل الآن وما صار يد الملك جاء الوقت الآن اللي يتكلم بشكل سريع على أمور متفرقة شفناها في الحلقة كان تسمية دايمون من الرجال اللي حاربوا معاه بملك البحر الضيق أو الناروسي هذه المنطقة هي المنطقة اللي كان فيها ستيب ستونز وهذه المنطقة حرفياً أو تقنياً ما هي تابعة لأحد فعشا كده يسموه بملك هذا المكان أعرف أنه رمع المطلقة الخاصة بالكراب فيدر للملك الذي يضيفها للعرش لأنه لو عرفنا من أول أن هذا العرش الحديدي مكون من السيوف لكل الأعداء اللي كانوا ضد أيقون ترقارين ضد أيقون الغازي كناية كأنه دايمون يتكلم مع أخوه ويضعه بمثابة أيقون الغازي يرى لمحة جميلة دايمون يتكلم مع رينيرا كان يتكلم عن مرته ويقول الساقطة البرونزية كناية عن الدرع اللي يلبسوه عائلة مرته عائلة الرويس ولهو الدرع من البرونز الممره السري اللي شفنا رينيرا بتخرج منه وراحت وقابلت في دايمون هي نفس الممرات اللي جايمي هرب بيها تيريان لانستر في أحداث الموسم الرابع لما ننسجن وهي نفس الممرات اللي استخدمها تيريان عشان يقتل أبوه تايون في الحمام آه الأحداث الموسم الرابع في لحظة مني متأكد منها بس أنا سمعت رينيرا لما نقابلت هذا الشخص في الشارع قالت له سير هاروين هاروين الوحيد اللي شفناه الان هو هاروين سترونغ ولد لاينل سترونغ أليست لما نتكلمت مع رينيرا وبتقول لها على علاقتها مع عمها قالت انتو الترقارين عندكم علاقات غريبة قبل كده انه أليست أخذت معها رينيرا لهذا المعبد وانه أليست متدينة وتؤمن بالآلهة اللي موجودين في وستروس هذا الدين تحديداً كان ضد الترقارين في أمر جوهري حارب الترقارين على أمر جوهري وهو زواج المحارم والجدير بالذكر انه هذا الدين المركز الرئيسي له هو الأول تاون والأول تاون هو معقل الهاي تاور فأليست كونها متدينة من بيت الهاي تاور اللي جاي من المكان الدين الأساسي بالتأكيد ستكون ضد العلاقة برينيرا وبين دايمون مرة ثانية بشكل سريع نشوف الخنجر اللي لو انحط على النار تطلع القصة حق السونغ أو في آيس ان فاير وأتمنى انه ما يزيدوا على الموضوع ده بزيادة لان كل ما يفكروني بهذا الموضوع بأنغبن من أحداث الموسم الثامن اللي قاموا في ترونس وأتمنى يوقفوه الحلقة ظاهرها عبارة عن شخصية بنت مراهقة بتمر في رحلة نوعاً ما جنسية لكن أساس الحلقة سياسي بحت وهي زعزعت العلاقات بين الكل والجميع داخل البلاط الملكي كل الشخصيات علاقتهم ببعض اختلفت اختلاف جذري من بداية الحلقة لنهاية الحلقة حبيت جداً انه مع نهاية هذه الحلقة وصلنا لهدف وصلنا لأمر مصيري أولاً زواج رينيرا وتحدد الآمة ولد البلارين والشي الثاني طرد أوتو هايتاور هذه النتيجة هتؤدي للعديد من النزاعات والعديد من الصراعات والمواجهات في حلقات المستقبلية ما زلت راضي عن رتم المسلسل ما زلت راضي عن رتم الأحداث وتقييمي لهذه الحلقة هو ثمانية من عشراء أعتدر دا صوتي ما كان واضح بس نزكي من يا جماعة وكان معاكم ماهر موصلي أشوفكم إن شاء الله حلقة جاية ترجمة نانسي قنقر